اشتركوا في القناة اهلا بيك يا دكتور كله تمام ماذا تفعل لو معك خمسين مليون يورو يا دكتور لا هنعمل حق كتير قوي مش كده هنعمل مصنع دواء يتعامل بخمسين مليون والله وكتر خمسين مليون دولار اه او يورو مش فارقة كتير هو حصل بنوع الدواء اللي هنعمله يعني ممكن فيه ادواء بس طبعا انت حارتك عشان تعمل دواء عايز تعمل ابحاث علمية كبيرة جدا اه بس دي يعني البحث عاوز له بتاع مليار دولار لوحده عشان تطلع دواء جديد طبعا عشان تطلع دواء جديد لان لازم كمان دراسك كتير جدا عشان تطلع دواء جديد وابحث كتير جدا وان عشان تطلعوا اصلا وتعملوا ماركتنج ده تسويق دي حاجة تانية فهل السوق محتاجه ولا لأ قصص كبيرة فالدواء الدواء من اكبر يعني من اكتر الاسواق اللي بتكسب بس من اكتر اللي بروس دفع قبل ما تطلع الدواء صراحة شديدة التكلفة فعالية التكلفة بالدرجة مخيفة طيب خلينا الحاجات اللي احنا ايه نقدر نشتغل عليها دلوقتي الى ان ندخل في هذا الموضوع وما ظنوش بعيد عن ربانا سبحانه وتعالى يعني مسألة انه هيئة رعاية صحية هتعمل وحدة لتقييم الدواء لمنع الاستخدام الخاطئ يعني ايه وفي حاجة مهمة جدا هنا اللي حاجة كلمت على مصنع الدواء اه اي دواء لما حاجة تروح للمستشفى او عيادة انت بتبقى محتاج الدواء عشان حاجة يعني مرض معين جي للبني ادم فالاستخدام الامثل ده معناه مبني على اربع حاجات نمرة واحد ان لما المريض ياخد الدواء يجيب له احسن فعالية اعلى فعالية علاجية اقل اعراض جانبية ودخلوا عنصر بالسعر المناسب وزودوا عليها كمان جودة حياة المريض كويس لان من اول اختيار الدواء يبقى مناسب لمرض او التشخيص اللي بيسموه دواعي الاستعمال الجرعة اخبارها ايه هتكرر الجرعة دي كل قد يعني هتخذها كل 8 ساعات كل 10 ساعة كل 24 ساعة احنا عندنا علم كامل بدرسه في صيدلة عشان نحدد تتخل 14 ساعة اللي كل 24 ساعة طيب لو ما هلك هتدي العيان هتديله بالفم يعني هتديله قرص ولا هتديله حقنة لان ممكن يبقى الدواء صح بس تروح تديهله حقنة عشان احنا متخلين ان الحقنة هتخفة اسرع فده غلط يعني احنا الانستخدام الامن والامثل للدواء ندي الدواء الصح بالطريقة الصح ده ده مهم جدا الجزء المهم منه عشان نفهمه احنا ممكن نوفر فلوس كتير جدا لو اشتغلنا ادارة دواء صح وصدارة صح هنجيب فلوس ميسي ونجيبه يعني ميش انتحارتك الدراسات كلها اللي في العالم بعد كده احنا هنتكلم عصدارة الكلينيكية ولين نشأت لان هي نشأت من نمرأة واحد ان في امريكا مثلا اسباب الوفاء تالت سبب للوفاء هو الدواء يعني الدواء ده حاجة خطيرة الاثر الكلينيكي طبعا يعني الدواء مش الغلط على فكرة هم حاسبين هم لكن استخدام الدواء نفسه فاحنا عايزين برضو نوعي الشعب المصري ان الدواء ده مش بمبوني الدواء ده حارتك الدراسات في العالم بتقول ان 50% من الوصفات الطبية اللي مكتوبة ملهاش لازمة يعني مكتوبة مش بالطريقة الصح في امريكا بس بيصرفوا كام بيصرفوا مثلا في استخدام الامثل للأدوية خلينا نتكلم على كذا حاجة ممكن نتكلم مثلا عن مضادات الحيوية لان المضادات الحيوية هي الكلاس الوحيد أو الجزء الوحيد من الدواء أو النوع من الأدوية استخدام حضرتك دلوقتي له هيأثر على أولادك وأحفادك في أمريكا ده تقريبا في حسب آخر دراسات بيدفعوا كل سنة أربعة بليون دولار عشان هم استخدموا المضاد الحيوية غلط مثلا في انجلترا بيصرفوا تقريبا في السنة ربعمائة ستة وستين مليون أو أكتر من ربعمائة مليون شوية استرليني على إيه بقى؟ على الأعراض الجانبية اللي طلعا من الدواء وبيقولوا أن في أمريكا في الدراسات حسب الدراسات المستشفى في السنة تدفع خمسة مليون دولار عشان يقدروا يعالجوا مساوئ أو سوق استخدام استخدامات الخطأ الدواء بيتكون بقى من المضاعفات من تفاعلات بين الأدوية بين حاجة مهمة جدا احنا مفكرش فيها كل دواء زي ما هو قاله فايدة له أعراض الجانبية كتير قوي طبعا والأعراض الجانبية دي بتزيد كل ما حالك بتغير الجرعة أو استخدمه غلط يعني لو كلمنا لحاجة في منتهى يعني يعني الدواء من الناس ما بفكرش فيه موضات الحمودة دي أدوية خطر جدا دي الناس بتتعامل معها لأنه بمبوني فعلا دا ما هو بمبوني والمودة كمان استخدامه رهيبة دا بيعمل ايه بقى فيه ثلاث حاجات مهمة جدا واحد ان الموضات الحمودة دي عندها تفاعلات أدوية بتخلي الدواء اللي انت تاخده تاني الضروري ما يشتغلش منها انه ممكن تمنع من تصص الأدوية تخلي الدواء أصلا ما يدخلش مكان وفوط يشتغل عليه الحاجة التانية ان لما تنزل الحمودة في المعدة ايه اللي هيحصل غير ان فيه أدوية مش هتمتص الحمودة بتاعت المعدة دي ربنا خلقها عشان تبقى أول خط دفاعي ضد الميكروبات لو نزلناها بالحمودة يحصل ايه؟ هتزيد هتنهار هتنهار الدفاعات الأولية وهيزيد مستوى العدو الجزء المهم التاني بقى الأعراض الجانبية اللي هو حالك بسيط بتاعة الدواء اللي حالك بترقل المسلصات ده فعلا أو بمبوني من أول بقى الحاجات العادية للتفاعلات أو الأعراض الجانبية زي الصداع لغاية انه ممكن يخلي فيه يحصل عق فطبعا طبعا الأدوية يعني خطيرة جدا ولازم يعني زي ما هكتب تتكلم على طوعية المواطن المصري فهنا عايزين المواطن المصري لازم يفهم حاجة مهمة جدا واحد إن السيدالي ده هو خبير الدواء ويسخ فيه اتنين إن السيدالي ده موجود عشان يحميه من الدواء السيدالي الشاطر هو اللي يصرف دواء أقل ويصرف الدواء الصح في مكانه الصح ومهم جدا إن احنا نبتدي نتكلم بقى مع المجتمع بتاعنا إن مش الحاجة الحلوة مش مقياس الدكتور الشاطر إنه يكتب الرشدتة وش وضهر لأن حرارتك الدراسات قالت لو الرشدتة فيها أكتر من ثلاث أدوية يعني فيها لازم تفاعلات دوائية هتوقف الدواء يشتغل لازم فيها أخطاء لازم فيها أعراض جانبية رهيبة هتطلع طيب أنا هستأذن هروح فاصل وهرجع بعض الفاصل هاخدها بقى من البداية من أول الرشدتة اللي بيكتبها الدكتور أمريكا على سبيل مثال مفيش حاجة اسمها الدكتور بيكتب الرشدتة بإسم الدواء طبعا هو بيكتب المادة الفعالة بتاعت الدواء وبيكتب هيتصرف لي كم قرصة عشان كده وانا قاعد في أمريكا باخد الدواء في العلبة البلاستيك الصفرة باللقراس مفيش دواء إنتاج شركة كذا دي أنا معنديش العلبة طيب إحنا ما بنعملش كده ليه؟ ده على سبيل مثال اتنين عودة مرة تانية للدكتور الصيدلي اللي فاهم اللي جوه الصيدلية عشان لو شاف حاجة غلط في الرشدتة يقولي لأ دول بيتعرضوا مع بعض ارجع للدكتور بتاعك فاصل ونكمل الكلام مع دكتور شريف كمال استجلونه خلي بالك اللي بنتكلم فيه ده بجد مهم وبجد خطير يعني تفاكرين فيلم بتاع باتمان لو ده دارك نايت 2008 فكان فيه شخصية جوكر ده هيث لاتجر هيث لاتجر ده لقوه ميت في بيته كده طبعا الناس طلعت عشانة قالتك وكان متعاطي ولا متعاطي مخدراته ده كان واخد أدوية برد ده كان عنده دور برد ورح واخد أدوية يمين في الشمال ولا رشدتة ولا بتاع شوية بواقي أدوية كانت عنده الرجل روح قبل وجه رب كريم تاني هي الأدوية لما بنتاخد غلط حتى لو ده أم في الونزة بيعمل كده أرجع مرة تانية لدكتور الشريف كمات نبدأ من أول الوصفة الطبية الرشدتة إمتى مش هنكتب اسم أو الاسم التجاري بتاع الدوة هكتب اسم المادة الفعالة والجرعة وهاخدها إزاي وبعد كده الموضوع مطروك في إيد الصيدلي وطبعا دي حاجة يعني أساسية في إدارة الدوة ندخل كمان استخدام الأمسة للدوة يحصل عشان أبعد على استخدامات الخاطئة طبعا كمان لأن فيه أصلا كمان المؤسسات اللي بتتكلم في حماية المرضى وأمان الدوة الاسم التجاري دايما بيسموه بيبقى شبه دايما لأن الأسماء التجاري شبه بعض فممكن أسماء التجاري شبه بعض دوة قلب زي دوة كحة فيجيب لك من رف دوة قلب بدل دوة كحة فعشان كده هما بيقولوا استخدام الاسم العلمي لأسباب كتيرة مش بس استخدام الأمثل وللأمان كمان فعشان كده هو بقى وجود الصيدلي ده مهم جدا وجود الصيدالي الإكلينيكي بالذات وهو إيه الصيدالي الإكلينيكي ده اللي هو اللي هم احنا دلوقتي بنسمع انه هو موضة او حاجة لا هو مش موضة هم ابتدوا يفكروا فيه لما لقوا ان الدواء ده بيموت عندهم عينين كيتر جدا وابتدوا يفكروا ان لازم فلسفة ممارسة صيدالة تختلف انا الصيدالي زي ما كنا بنتكلم من الاول كان بيركز قوي على المنتج على الدواء بتاعه احنا بندرس كيميا قوية جدا وبيولوجيا قوية جدا حيث ننتج الدواء انتاج الدواء ده في مصانع الدواء احنا عندها على فكرة مصانع في مصر تاريخيا ودلوقتي كمان مصانع قوية جدا بتنفس في الدواء لكن هي مش المشكلة على فكرة حتى الصيدالي اللي في مصنع الدواء ده صيدالي اكلينيكي ليه؟ لان الصيدالي الاكلينيكي دي حصل تحول في فلسفة ممارسة صيدالة مهنة صيدالة من انا بركز بس على المنتج لأ انا بركز على المنتج لان انا ده شغلي بس بركز على العيان يعني ايه؟ لما جانتج منتج للأطفال دواء للأطفال وأنا مش كلينيكا الفارباسي هنتك دواء من الطفل المشهر ده ياخده عشان طعم وحش ريحت وحشة إن كارتونة من بره مش ملونة لكن لو أنت كلينيكا الفارباسي ستغل في مصنع دواء هتطلع على كارتونة ملونة طعم الدواء حلو الكلام ده كل طبعا الصيدالة بقى في تحولها ده عشان تقدر تخدم المريض واحد هو المريض بقى في سنتر الاهتمام بقى في مركز الاهتمام بتاعه بس الصيدالة هو خبير الدواء والحاجة التالتة والمهمة جدا بقى هنبني عليها بقى كل الشغل بتاعنا هو إن كارتونة الفارباسي دي أساسها الاهتمام بالأوتكمز أو المخرجات المخرجات تطلع والمخرجات دي عندنا دايما نحكتين فاعلية والمأمونية بيسموها بتاعت الدواء أو سلامة الدواء وعشان تعرف لو عايز تدخل أي مستشفى وبيزاوية هو الصيدالة الكلينيكية أهم الصيدالة الكلينيكية اللي في الصيدالية اللي في المجتمع بر ده أهم صيدالة الكلينيكية مش بس في مستشفى طبعا ده ده أهم صيدالة الكلينيكية وهو بقى الصيدالة ده لو في مستشفى أو في أي مكان عشان تعرف أن صيدالة الكلينيكية تعرفه منين هو سؤال واحد هل الصيدالة ده هو عنصر أساسي في صنع واتخاذ القرار الصحي أو قرار الطبي لأنه هو الصيدالة عنصر أساسي في فريق الصح حتى هم غيروا اسم الفريق الطبي ما بقاش اسمه فريق الطبي والطبيب والمرضع مهمين جدا وابتدوا يغيروا كلمة صيدلة فأضفوا كلمة إدارة الدواء ده مهمة قوي وإدارة الدواء دي بتبني بين إيه بقى الدولة دستور الأدواء اللي في الدولة مين اللي بيختار الدواء ده مجموعة من الناس شغالة عشتخدار الدواء المناسب نقدر نستخدمه في الدولة دي فمن الحاجات المهمة جدا واحد حالك قلت رحلة الدواء رحلة الدواء ما بتبديش على فكرة لما تريد يكتب الدواء لا ده في حاجة مهمة جدا السيدالي بيشتغل فيها قبل ما ده يفكر يكتب الرشدة الطبية بتاعته هو الطبيب ده الأتيتيود بتاعه في كتابة التذكرة إيه أو في كتابة الرشدة إيه لأن ساعات لازم نبني وبنساعد الطبيب دلوقتي كسيدالي في مفهوم إدارة الدواء السيدالي مسؤول أن الطبيب يكتب الرشدة صح وأن الممرضة والمريض ياخدوا الدواء صح وفي النص الشغل هنا كتير جدا فواحد أختار الدواء صح وأحطه في دستور أدوية وبعدين أشتغل مع الأطباء المتخصصين والسيدال المتخصصين في مجال معين نعمل أدلة علمية يعني حركة دلوقتي دخلت المستشفى أي حد يدخل المستشفى أو واحدة صحية عنده كحة حركة تلاقي دليل علمي عنده كحة خط يصير كده كحة دي شكلها إيه طب خط دواء قبل كده إيه اديله كذا خط علاجي أول طب ما استجابش طب ما استجابش دي بقى هنعرفها إزاي بقى ده اللي احنا بنعمله في واحدة تقييم الأدوية ما استجابش دي احنا بنحط قبل ما ندي العي قبل ما الدكتور يكتب التذكار احنا الخطة العلاجية بنحطها معاها دي أهم حاجة فالخطة الأجي دي أهم حاجة في الخطة إيه الأهداف فحضرتك قبل ما الصيدالي يصرف الدواء لازي بقى مراجع الوصفة الطبية كويس جدا 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 بحيث واحد تبقى الوصفة الطبية دي ملأمة للمريض واستخدامها أمثل فكل أربع حاجات أكتر فعالية قال على الجانبية بسعر المناسب وجودة حيات العين كمان نحافظ عليه مش نخففه من حمودة بس الخليه ما يعرفش يخلف ايه وبعد كده طيب هو هياخدها ازاي هياخدها بالبق هياخدها وريد وازاي نقدر نتحكم في ده مع المريض البق هو الوريد والحقن العضل العميق وتحت الجلد دول الأنواع لا نسمع عنهم يعني صح حاجة بسيطة حاجات بسيطة قلت زمان بروح صور الأسباكية يشتري كتب بتاعت كلية الطب مش عارف ليه يعني بس فديتني شوية دكتور دورتنا وشرفتنا وإن كان ده كان حديث قصير ولم يوفي لسه الموضوع حقه فأنا تمنى أنك يعني تقبل مننا دعوة تانية بإذن الله عزيزي نتكلم أكتر على الموضوع ده لأنه موضوع فعلا شديد الأهمية واللي بتقوله ده ده نقلة نوعية بتجرى في مصر ده بجد مش زار ومهم وكبير كل شكر لك يا دكتور شريف شكرا جدا ويعني حضرتك الموضوع الحركة بتصيره ده مهم جدا جدا ومهم الناس كلها تبتدي تتكلم على الموضوع ده يبقى فيه توعية هيئة الرعاية الصحية إن شاء الله هو ده شغلها الشاغل لفترة جاية بإذن الله من اتجاهات مختلفة وإن شاء الله ده مستقبل يعني الصحة في مصر إن شاء الله بإذن الله ده نحن اللي شكرا كل الشكر لدكتور شريف كمال مستشار رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية للشؤون الصيدلانية وإدارة الدواء خلصت الحلقة لحد كده ده صحيح كريم رمزي داخل معاك ورقم 10 هنخليه يحكي لنا حكاية ميسي برضو تاني موضوع 3500 دول ما شاء الله ربانا يبارك يعني والناس دي بتعمل ايه من الفلوس دي كلها قولنا أنا مرة حتى أفكر كل أحلامي البرجوازية وأنا أحلامي البرجوازية بسيطة يعني ما اقتربتش من الرقم ده ولا عشره حتى على كل النه عشر قولنا ولا حتى ربع يلا ربع العشر خلصت الحلقة لحد كده لو كلينا العمر لسه لنا كلام تاني بكرة إن شاء الله شكرا لكم التاسعة سلامات